السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بتنمية السنة الثالثة إعدادة في تصحيح التمرين رقم ثلاثة من الامتحال الموحد المحلي في مادة الرياضيات رقم واحد إذن تمارين ثلاثة تمارين في الحساب إذن ليكون او اف يساوي او جي يساوي ثلاثة جدر ثلاثة و اف يساوي جدر ثلاثة السؤال واحد بيين ان الموثلة او اف جي قائم الزاوية في او اللي كي نبين ان موثلة ما قائم الزاوية هذا كي يديني مباشرة لمبرهنة طالس المباشرة او مبرهنة طالس العكسية وليس المباشرة إذن في مبرهنة طالس العكسية اللي كي نبين ان الموثلة قائم الزاوية يكفي ان نبين ان مربع الوطر يساوي مجموع مربعي طولي الزاوية القائمة إذن نأخذ نحسب مربع كل دلع إذن او اف مربع تساوي ماذا؟ تساوي خمسة أس اثنان خمسة أس اثنان الآخر تساوي ثلاثة جدر ثلاثة إذن او ج مربع ثلاثة جدر ثلاثة مربع ثلاثة جدر ثلاثة مربع المربع تدخل على العددين أي ثلاثة جدر ثلاثة إذا كنت تفرق عليهم بجوج إذا ثلاثة أس إثنان في الجدر ثلاثة أس إثنان ثلاثة أس إثنان تساوي تسعة ثلاثة أس إثنان تس بشمع الجدر سيبخلنا العدد ثلاثة إذا تسعة في ثلاثة تساوي سبعة وعشرون أف جي مربع تساوي ماذا؟ تساوي جوج جدر 13 لكل أس إثنان إذا تساوي ثلاثة أس إثنان في جدر ثلاثة عشر أس إثنان إثنان أس إثنان إثنان في أثنان أربعة جدر 13 أس إثنان هي mat 12 إذا أربعة في ثلاثة عشر تساوي إثنان وخمسون إذا عند ملاحظة النتائج يتبين ان اجي مربع زائد او اف مربع اذا دائما الواتر سيكون هو اطول دلع يعني هو اللي عنده قيمة كبيرة يعني اذا القيمة الكبيرة هي ديل هي 52 وبالتالي غنشوف المجموع ديل مربعي الدلع الاخرين اذا تساوي ماذا تساوي اذا او ج مربع القيمة هي 27 و او اف مربع القيمة هي 25 اذا الاجمعنا هم غيرتوني 52 وبالتالي القيمة اذا نجد ان او اف مربع زائد او ج مربع تساوي اف ج مربع وبالتالي اذا حسب مبرهنة طالس العكسية المثلت او اف ج قائم الزاوية في او الآن السؤال الثاني احسب النسب المثلتية للزاوية او اف ج اذا بينا بان المثلت قائم الزاوية الآن نحسب النسب المثلتية من الزاوية او او اف ج اذا بينا بان المثلت قائم الزاوية لدينا او اف ج مثلت قائم الزاوية اذا سنحسب النسب المثلاتية سنحسب سينس ديال او اف جي اذا تساوي ماذا تساوي طول الضلع اذا لدينا الزاوية او اف جي تساوي طول الضلع المقابل للزاوية على الوطر الوطر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة اذا يساوي ماذا يساوي او جي على اف جي اذا كنديرو تطبيق العددي او جي هي ثلاثة جدر ثلاثة و اف جي هي جوج جدر الثلتاش الكوسينيوس ديال او اف جي اذا مسبق الكوسينيوس تساوي يساوي طول الضلع المحادي للزاوية على الوطر اي او جي اي او اف على الوطر على طول الوطر اللي هو اف جي اذا صبق عددي اذا او اف يساوي خمسة والوطر هو جوج جدر الثلتاش الان تنجنت ديال او اف جي تنجنت يساوي طول الضلع المقابل على المحادي اذا المقابل هو طول الضلع او جي على او اف اذا تطبيق عددي او جي هي ثلاثة جدر ثلاثة جدر الثلتاش او او جي هي ثلاثة جدر عفوان جدر ثلاثة على خمسة اذا هذا هو طنجنت ديال الزاوية اذا هذه النسبة المتلجية للزاوية جي سؤال موالي ارفق قياس الزاوية حادة غير المنازمة بسيط ما يعلي اذا نبدأ بالسؤال الاف اذا اه انا اذكركم بوحد العلاقة بالنسبة للسين والكوس اذا الى كانت عندنا الفا قياس زاوية حادة فسينوس الفا مربع زائد كوس الفا مربع تساوي واحد اذا نبدأ بالسؤال الاف اذا لدينا ار تساوي اذا بسبب السؤال الاف كيبان بان عدنا سينوس الفا عامل مشارك بين الحدود اذا عدنا سينوس الفا وثلاثة هي سينوس الفا مضروبة في سينوس الفا وثلاثة اثنان نعمل بسينوس الفا كعامل مشارك ماذا يبقى لنا يبقى لنا يبقى لنا في الحد الاول كوس كاري الفا في الحد الثاني يبقى لنا سينوس الفا سينوس الفا وفي الحد الثالث يبقى ناقص واحد اذا عملنا بالسين قالي ناقص واحد جيد اذا كنلاحظوا بانا عندنا كوس كاري الفا زائد السين كاري الفا حسب العلاقة تساوي واحد اذا كنعودها بالقيمة ديالها اذا سينوس الفا عامل واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد تساوي السفر اذا سينوس الفا مضروبة في سفر تساوي السفر اي عدد درمنا في سفر يساوي السفر هنا نديرو بين قوسين وندكروب العلاقة سينوس كاري الفا زائد كوس كاري الفا تساوي العدد واحد ننتقل الى السؤال ثلاثة باء سؤال ثلاثة باء احسب القوس الفا والطانجنت الفا لدينا علاقة ما بين السينوس والكوسينوس اذا العلاقة لنقبل هي ديال سينوس الفا زائد الكوس كاري الفا تساوي واحد وكذلك الطانجنت الفا تساوي سينوس الفا على الكوسينوس الفا الفا دونك علاقتين مهمتين اذا نبدأ بحساب الكوس ديال الفا اذا لدينا نطبق العلاقة الاولى مدام عندنا السين اذا يمكن لقاء الكوس اذا لدينا سينوس الفا مربع زائد الكوس الفا مربع تساوي واحد كوس الفا مربع تساوي اولا سينوس الفا مربع تساوي واحد يناقص سينوس الفا مربع تساوي واحد تساوي واحد تساوي بالقاء المسيد ألفا إذن نعوض السينيوس بالقيمة ديالها اللي هي جدر على أربعة لكل أس اتنان إذن بعد ذلك كنحسبوه كنحيدو الأقواس إذن كي يرجع لنا هي جدر ثلاثة أس اتنان على أربعة أس اتنان إذن ذاك الأس كي يبشي على البصل والمقام إذن واحد ناقص جدر ثلاثة أس اتنان هي ثلاثة أربعة أس اتنان هي أربعة فربعة هي أستاش نوحد المقام إذن أستاش على أستاش ناقص ثلاثة على أستاش إذن ناقص البسط ستاش ناقص ثلاثة تضعنا تلتاش على أستاش إذن لقيتنا بأن الكوز كاري ألفا تساوي تلتاش على أستاش إذن بما أن ألفا زاوية حدة إن ماذا يعني هذا؟ يعني أن راه أكبر قطعا من السفر يعني كيكون محصور ما بين السفر والواحد وهنا ما كيهمنا هنا سيكون موجب فإن ماذا؟ فإن الكوز ألفا يساوي الجدر تلتاش على أستاش إذن الجدر تلتاش على أستاش يمكن أن نبسط إذن هو الجدر البسط على الجدر ديال المقام إذن جدر تلتاش والجدر ديال السفر هي جدر أربعة بس اتنان أي هي جدر تلتاش وجدر أربعة بس اتنان تساوي أربعة إذن لقنا الكوز ديال ألفا كي ساوي لنا جدر تلتاش على أربعة وعدنا سينيوس ألفا تساوي جدر ثلاثة على أربعة بقى لي لقى تنجنت ألفا إذن بسهول يمكن لي لقى تنجنت ألفا إذن قلنا تنجنت ألفا كي ساوي لنا سينيوس ألفا هلا الكوز سينيوس ألفا إذن كنعوضو السين والكوز بقيم ديالهم إذن جدر ثلاثة على أربعة جدر تلتاش على أربعة إذن هنا للطبس إذن جدر ثلاثة على أربعة إذن كنضرب في المقلوب ديال المقام المقلوب ديال المقام По هل هو أربعة على جدر ثلتاش أدنا الإمكانية ديال الاختزال بالعدد tiver 4 كي بقى لنا جدر ثلاثة على جدر 13 عشر. وبالتالي فالطنجنت ديالالفا تساوي جدر ثلاثة على جدر ثلاثة عشر. السؤال الاخير احسب اس. فهذا السؤال هذا عدنا وهذه العلاقة مهمة كذلك. في حالة سيلة كانت عدنا واحد الفا و بيطا زاويتان حادتان. ماذا يعني؟ زاويتان حادتان او زاويتان متتامتان. اذا ما معنى متتامتان. المجموعة ديالهم تساوي تسعين. في هذه الحالة يكون عدنا السينوس الفا كي ساوي الكوس ديال بيطا. وكذلك الكوس ديال الفا كي ساوي السينوس ديال بيطا. اذا من خلال السؤال اللي عندي عدنا الزاوية خمسة وعشرين والزاوية وخمسة وستين اللي جمعتهم غيرتان متتامن. اذا هما زاويتان حادتان. اذا الكوس ديال خمسة وعشرين راه تساوي السينوس ديال خمسة وستين. وكذلك ثمانية وعشرين واثنين وستين. إلا جمعناهم غيرتان تساوي. اذا هما زاويتان حادتان. اذا السينوس ديال ثمانية واشرين راه يساوي الكوس ديال تنين وستين. وكذلك اللي درناهم مربع يعني السينوس كاري ديال ثمانية واشرين. غيرتان ساوينا الكوس كاري. ديال زاوية احنا تنين وستين. ديال زاوية تنين وستين. اذا انشاهدنا نعوده في العلاقة. اذا لدينا اس تساوي. اذا عملiene بالاعتد knowledge Шمسة واشرين بلسطين بلسطين ديال خمسة وستين. Jaajj. جوج الكوس كاري ديال ثمانية وستين كاري ديال ثمانية وستين. زاolutions كاري ديال ثمانية وستين شهية. ونفعله تساوي. وكذلك حيلة اخرى كما هو يزا rotatesتي ديال ثمانية وستين زايا جوج ft ج�� prepare Wind in كاري ديال ثمانية وستين. ذا just Een. جوج إذا إلا لاحظنا فغلقا بأننا 65 وعدنا هنا ناقص 65 إذن هما عددان متقابلين للمجموعة دياله متاعتنا سافر إذن سيبقى لنا جوج الكوس كاري ديال 62 زائد جوج 60 كاري ديال 62 إذن كنعمله بالجوج سيبقى لنا الكوس كاري ديال 62 زائد السين كاري ديال 62 وهنا عدنا العلاقة المعروفة ديال السين كاري ألفا زائد الكوس كاري ألفا تساوي 1 ألفا هنا زاوية 1 وبالتالي ألفا بنسبة لنا في هذه المثال هي 62 إذن المجموعة ديالهم غيرتاني واحد وبالتالي جوج ضربة في واحد إذن ستساوي إثنان ستساوي إثنان ستساوي إثنان ستساوي إثنان